اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل المجد الابد امين من عزة الرسول بطرس في اعمال الرسل اسحاح اثنين عدد اثنين وعشرين وما بعده ايوا الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيد اثمة صلفتموه وقتلتموه الذي اقامه الله ناقدا او جاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه احنا نارضا حنتتبع حادثة القيامة من ارض الواقع يعني ايه من ارض الواقع يعني دلوقتي انت استلمت الامام بالمسيح انه ابن الله وانه مات من اجل خطيانا واقيم من اجل تبريرنا لكن الناس اللي كانت عيشة ومعاصرة للمسيح او بقى دل اسمه ارض الواقع كيف رأت القيامة وكيف تفاعلت مع القيامة يسوع المسيح عاش في وسط الناس كانسان كانوا عارفين هو ابن مين اتربى فين وهم قالوا انه قام فينا نبي عظيم نبي عظيم ليه لانه كان بيعمل معجزات اشفية وقوات غير غير مألوفة وكان بيعلم وبيقول اقوال الله فهم كانوا متقبلين فكرة انه قام فينا نبي عظيم ولكن المسيح له المجد كان بيقول لهم انه ليس مجرد نبي عظيم ولكنه ابن الله ومن هنا بقى ابتدى الصراع وابتدى اه ابتهت المشكلة ليه بقى لانه هم لما تناولوا حجارة لكي يرجموه فبقولهم بعيدين ترجموني ليه وانا انا بكلمكو بعلمكو الحق قالوا له ليس لاجل عمل صالح نريد ان نرجمك ولكن لاجل تجديف هم بيقول للرب كلام ده في يحنى عشرة لاجل تجديف ايه التجديف يا جماعة لانك وانت انسان تجعل نفسك اله لانك بتقول انك ابن الله معادلا نفسك بالله فالمشكلة هنا هي اتصادم مع ان هم شايفين قدامهم انسان ومش شايفين ابن الله اللي جوه الانسان هه دي مشكلة كل الاجيال ومشكلة كل لذين اصطدموا بالايمان بالمسيح انه انه شايف الجانب المحسوس ايوه انسان اهو نعم انسان انسان شابهنا في كل شيء ما خلل خطية واحدة بيجوع ولما يجوع يأكل ولما يتعب ينام ولما يمشي يتعب ولما يتجرح يقر دم انسان ايوه فهما شايفين الانسان ولكن مش شايفين ابن الله اللي حل جوه الانسان طيب النهاردة لو احنا بنرجع بالتاريخ لورا وبنتواجه مع هذا المحك المسيح بيقول لهم من يقول الناس اني انا ابن الانسان كلمة ابن الانسان يا جماعة تعبير زي زي التعبير اللي احنا بنقوله فلان العبد لله ابن الانسان يعني هي ليست لا اي معنى لاهوتي ولا غير لاهوتي هي ابن الانسان يعني كواحد من الناس يعني فالناس بتقول علي ايه انا فبعض التلميذ قال له بيقوله الي وواحد من الانبياء قال له انتم من تقولون فبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الرب قال له طوبى لك يا سمعان ابني ونه لان لحما ودما لم يعلن لك هذا ولكن ابي قال له طب بطرس الاب اعلن له طب واللي الاب ما اعلن لهوش يعرف منين ان انت ابن الله هنا بقى المحك لما نروح لوقت البحاكمة قيافة قال له استحلفك باسم المبارك تقول لنا انت ابن ابن الله انت ابن المبارك قال له ايوه انا ابن الله قال له بس خلاص لقد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود المشكلة المشكلة والمحك هنا بينه وبينهم طول الوقت ان ان هو بيتكلم عن حقيقته اللي هو عارفها ان هو ابن الله ان انت شايف الوعاء الانساني لكن مش شايف اللي اللي جوه ولكن اللي جوه ده بيتبرهن لك باعمال وقوات وعجائب صنعها الله بيده اه تمكن تعترض وتقول القوات والعجائب ليست بالضرورة برهان على انك ابن الله ليه لانه ما ممكن تكون نبي اه نبي مويز يعني يعني البعض يقولون انك ايلية فالية عمل معجزات ونزل نر من السام وقوام الصبي ابن المرأة اللي كانت مصطدفة اه عمل معجزات اه فانت بتعمل معجزات طب وماله ما احنا ما عندناش اعتراض انك انت نبي وهذه المعجزات دليل على انك نبي وانك من عند الله لكن المشكلة بتاعتنا معاك والاعتراض بتاعهم عليه انه يقول انه ابن الله وهي دي بقى المشكلة وهي ده الاتهام اللي بسببه قالوا لقد جدف واسلموا للصلب احنا اتكلمنا مرة اللي فاتت وقلنا انه الموت الذي حمله المسيح لم يكن مجرد الموت الجسدي وشرحنا ده ولكنه كان موت الجحيم اللي اللي ركز بقى معايا بقى حندخل بقى فيه الفكرة اللي هوتيها العميقة موت الجحيم اللي لما جاء على كل القدسين استطاع ان يقبض على ارواحهم الموت الموت المرعب هذا حينما جاء لكل رجال الله القدسين بما في زيك داود النبي اللي هو بيقول لك لم تترك نفسي في الجحيم اللي قلت نفسك في الجحيم اي داود ايوة يعني ايه بقى في الجحيم يعني صارت في قبضة الموت هو دا الجحيم جميع الارواح جميع البشر حينما اتى عليهم الموت هم الهم بيسموها ازرائيلي لانه الموت هو عمل ابليس وابليس هو الذي يحمل الموت الى الخليقة داك كان من البدء قتالا للناس هو اللي بي موت فهو حينما اتى بالموت على كل الخليقة بما في ذلك القدسين استطاع ان يقبض على ارواحهم في الموت هو دا الجحيم هو دا الجحيم الجحيم هو الوجود في قبضة الموت فكانت كل الارواح مقيدة بالموت في مكان الارواح في الهاوية في اقسام الارض السفلة مش المهم بعد الوقت اقسام الارض السفلة بس كلمة اقسام الارض السفلة دا نص في العهد الجديد نزل الى اقسام الارض السفلة ففكرة إن الجحيم أو مكان الأرواح كان في أقسام الأرض السفلة دي مش فكرة تأملية ولا ابتدائية ده بنص العهد الجديد أهو ومش الفكرة بقى دلوقتي المكان فين الفكرة الحالة إيه يعني بالإضافة إلى أن الأرواح كانت تأخذ وتنحدر إلى أقسام الأرض السفلة بالإضافة إلى هذا كانت الأرواح مقيدة بالموت اللي جاء عليها من إبليس ومن ثم التراث السابوه الفراعنة واللي منتشر في وسط الناس حتى اليوم يقول لك إيه العالم السفلي ويقول لك وملك العالم السفلي هو إيه العالم السفلي ده الجحيم الأرواح التي أسفل فالأرواح التي في العالم السفلي يعني في الأسفل في أقسام الأرض السفلة طيب وإيه إيه اللي حبسهم تحت في أقسام الأرض السفلة مقيدين بروح الموت يعني يعني الموت ليس خلوة من روح الموت الموت مش حاجة قائمة بذاتها كده لا الموت هو عمل روح الموت هو سلطان روح الموت هو تأثير روح الموت فإذا مدام هم في قبضة الموت يبقوا في قبضة روح الموت اللي هو إبليس ومن ثم فالفكرة اللي سابوها الفراعنة واللي موجودة عند الناس اللي هي اسمها العالم السفلي وملك العالم السفلي والأرواح اللي في العالم السفلي بتجسد فكرة أن الجحيم أن هؤلاء مقيدين في هذا الموت في هذا الجحيم يبقى الجحيم يا جماعة ليس مكان مولعين فيه النار ولكن الجحيم ليه اسمه جحيم يقول لك جحيم لا يطاق جحيم يعني حالة حالة صعبة جحيم قد جحيم ماليوش دعوا بـ مش مولعين فيه ذهر ولا حاجة ايه اللي مخليه جحيم الموت اللي خانق على الأرواح شوف انت الوقت كده حبسطها لك خالص وقربها لك شوف انت لما يطبق عليك روح الموت لما تسلم نفسك للحزن او تسلم نفسك للخطية او اي حاجة من او روح السحرة او اي حاجة من الحاجات دي وتحس ان انت مخنوق روحك مخنوقة انت مخنوق من جوك مش رقابتك اللي مخنوقة لا انت بتبقى حاسس ان الخانقة خانق روحك من جوه ده بيبقى روح الموت بالظبط بيبقى روح الموت بيبقى روح ابليس ايوة جاء خانقك ازاي لما انت اعطيت نفسك للخطية او لروح السحرة او او الاخر فهو او روح الغضب يعني عدت بقى تزعق او اتخذت وانا مخنوق بقى انت البعيد جالك وطابق عليك ومسك روحك وبيخنق فيك الحالة الحالة الاستثنائية اللي انت بتشعر بيها وبتقول خلصني يا رب وفكني وبصليلي يا مونة وبعدين بطريق او باخر بتتفك وبتخرج منها من خلال عمل التوبة وسلطان اسم يسوع الكلام ده كله ما كانش موجود لكن اللي كان موجود ايه الخانق ديه بس فالارواح كانت موجودة في الخانق ديه هو ده الجحيم مقيدة بسلطان الموت في الجحيم لم يسمع في التاريخ ان في حد لما جاء عليه موت الجسد مش موت الجحيم خلي بالك لما جاء عليه موت الجسد استطاع ان ينفض عن نفسه موت الجسد ما حدش ما حدش نفض عن نفسه موت الجسد وامن الموت قبل كده في حد اقامه اخر لكن ما حدش نفض عن نفسه موت الجسد احنا مش بنتكلم بقى على موت الجسد ده موت الجسد زي ما حكينا الانبياء اقاموا اموت طازجين يعني لا ده البوجهة هنا ليست فقط مع موت الجسد ولكن ايضا مع موت الجحيم فاذا الموت الذي اصاب كل البشرية هو موت الجحيم الذي قبض على ارواح كل القديسين وغير القديسين هو موت الجحيم اللي اخد كل الارواح ما فيش حد بيطلع السماء كلمة السماء دي غير الطريق بتاع السماء مقفول كله كان بينزل الى الى اقسام الارض السفلة الى الى الجحيم تحت طبعا الناس او الارواح اللي في اقسام الارض السفلة كلها مقيدة بالموت ولكن بعض الارواح كان عندها شكل من اشكال التعزية بعمل الروح القدس يعني اللي ايه اللي بتخفف اللي بتخفف احساسهم بحصار الموت بينما باقي الارواح كانت معزبة في الموت من غير ما يبقى فيه ما يرطب عليهم يعني في حدثة هي مش مثل حدثة الغني والعاذر الغني ده كان شخص حقيقي و كان اسمه معروف والمسيح ما رضيش يذكر اسمه عشان ما يشوهش العيلة يعني لكن الراجل كان اسم معروف في البلد كان بيتكلم عن عن واحد حقيقي غني حقيقي الناس عرفاه و العذر البلاية هذا كان قدام بيته قصة كانت معروفة للمعاصرين فالمسيح بيحكي فيما وراء الموت الاثنين خلعوا الجسم ونزلوا للهاوية بس هذا في حالة وذاك في حالة بس مع ان الاثنين في الهاوية فهو بيقوله ايه بيقوله ارسل لعاذر ليبل طرف اصبعه بماء ويأتي ليبلل لساني لان معذب في لهيب النار هذا الحالة الجحيمية اللي فيها الغني مفيش اي تعزية معونة من الروح القدس بقى رايحة للناس دي ومن ثم فالجحيم بيفترسهم الناس التانية في الجحيم بس في في قطرة ماء الماء هنا مش الماء اللي في الحنفية هنا تعزية من الروح القدس من مراحم الله ف مراحم الله في عشان كده يا جماعة يقول لك ايه ادعولوا بالرحمة لانه الله يرحمه انه هنالك كانت المراحم ليه لمن يستحق الرحمة انه بتدركه مراحم الله في الجحيم بس هو برضو في الجحيم لكنه هو ممسوك من الموت لكن فيه قدر من المراحم بتاهبه بعض التعزية وده الفرق بين الحالة بتاعة الغني والعازر اولئك الذين ماتوا على الرجاء واؤلئك الذين بلا رجاء نرجع بقى ليه ليسوع المسيح الانسان يسوع المسيح اللي اتحط عليه الموت الجسدي اهو وتحط عليه موت الجحيم و لم يستطع الموت ان يمسكه ازاي بقى دلوقتي دلوقتي المسيح له المجد كان عنده انسانية كاملة مثل انسانيتنا يعني ايه انسانية كاملة يعني انا عندي انسانية كاملة شكلها ايه انسانيتي يعني عندي روح وعندي نفس وعندي جسد فيه انسان واحد هو كان عنده روح انسانية ونفس انسانية وجسد انساني زي بتوعي بس هو كان فيه يحل ملء اللهوت في هذا الجسد بالاضافة ليه الانسانية كاملة التلاتة دول روح ونفس وجسد لما ذاق الموت بالجسد روحه الانسانية خرجت من الجسد ولكنها ظلت تسبح في اللهوت ليه لان اللهوت ما للجسد وما للكون فروحه لم تنفصل لم تنفصل عن اللهوت لا يمكن أن تنفصل عن اللهوت لكنها انفصلت عن الجسد فهي تفكت من الجسد اهو الجسد اهو روحي اهيه خرجت لكن لكنها متحدة باللهوت اللي في كل مكان البقية الناس لما كانت اروحهم بتخرج من الجسد كان بيحصل ايه ركز معي بقى كان روح الموت بيقبض عليها ويكتذبها الى الهاوية دلوقتي هو ذاق الموت بالجسد يعني روحه خرجت من الجسد فلما روحه خرجت من الجسد بدل ما روح الموت يقبض عليها روحه روحه هي اللي غلبت الموت غلبته ازاي معه الموت ده ظلمة والحياة نور فزي ما النور بيبدد الظلمة الحياة بتبطل قوة الموت فهو روح الموت معجوم بالموت الحياة حلت قوته فبذل ما هو يمسك روح المسيح هو اللي تبدد هو اللي اللي انحل فروح المسيح خرجت بتشعب النور بتشعب الحياة بتشعب قوة القيامة ده احنا بنتكلم فيه ما وراء الموت خلي بالك لسه القيامة نفسها ما اعلنتش في الجسد احنا بنتكلم على وقت ما قال يا ابتا في يديك استودع روحي ما قال في يديك استودع روحي خرجت روحه الانسانية من جسده وتوجهت مع روح الموت وبدل ما روح الموت يمسكها هي روحه اهي المتحدة بلاهوته اهي هي اللي شعت بالحياة حرقت روح الموت ابطلته وتعقبته الى الجحيم الى السجن اللي هو محاصر فيه الارواح بالموت يبقى دلوقتي كل الارواح مقيدة بالموت تخيل كده المنظر معايا ولكن فيه فيه سابقة اهو ملهاش مثيل ان ان روح يسوع المسيح التي خرجت من جسده بتشع ب قوة الحياة وبتشع بقوة النور وبتشع بقوة القيامة وهذه الروح اللي القيامة بتفيد منها الروح الانسانية دي دي اللي زي روحي بس بتشع بقوة القيامة دي نزلت الى السجن اللي هو حابس فيه الارواح بقوة الموت وابتدت تعمل ايه ابتدت تنور ده معنى انها تكرز للارواح التي في السجن فالناس الارواح اللي منتظرة مجيء المخلص لما شافت روح المسيح الغالبة للموت تشبست بها عارف الغرآن لما يلاقي الغطاص ينزل الميا يمسك فيه فهذه الارواح تعلقت به تشبست به مسكت فيه طلبته طب والارواح التانية هربت منه ليه لان هذه الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور تقول لي الله ما هو في الجحيم اهو ما هو في الجحيم بس ممسوك بالظلمة مقيد بالموت مستعبد للموت طيب ما ما هو شايف الحياة قدامه ما يجي لهاش ليه ما يقدرش يجي لها لانه ارادته اتحدت بارادة روح الموت ما هو استطاع ان يسيطر عليه ازاي عشان كده انا بحذرك باستمرار من ان تسلم ارادتك للروح الشرير لانه وتسليم ارادتك للروح الشرير هو ده المفتاح الذي يستطيع ان يقتنص روحك بيه من خلال ان ارادتك اتسلمت ليه فايه اللي مخليها مقيدة بروح الموت اللي مخليها مقيدة بروح الموت ان هي الارادة من اساسه اتحدت بروح الموت اختارت انتم عبيد للذي تطيعونه فالارواح اللي تحت الموت ما جاتش للنور يعني لما روح المسيح نزلت الى الجحيم هي ما جاتش عليه لكن اتى تشبس بها وتعلق بها منتظروا المخلص ف نقل لهم الحياة اللي فيه فالحياة خرجت من روح المسيح الانسانية خلي بالك بحكي على روح المسيح الانسانية اللي نزلت الجحيم الحياة اللي فيها خرجت منها و فكت قيد الموت عنها ف لما نفكت من قيد الموت خرجت معها من قيد الموت واستلمت قوة القيامة هو بقى جمع كل هؤلاء واخدهم وطلع بيهم من الجحيم انه نزل الى اقسام الارض السفلة الى السجن رفع قديسيه الى العلاء هؤلاء هم اللي في متى 27 تفتحت تشققت القبور وقام كثير من اجساد القديسيين دول بقى اللي قاموا القيامة الاولى الباكورية دول قاموا ودخلوا معاه الى السماء عشان كده هو بقى لما هيجي في رباط قديسيه هو جايه معاه فيه مش كله طلع من تحت فيه ناس قامت ودخلت معاه السماء خلاص هو دخل باكورة وهؤلاء الذين كانوا على الرجاء دخلوا مع المسيح الى السماء مش هيستنوا بعد القيامة العامة عشان يقوم ولا دول دخلوا وحييجوا معاه على السحاب فهو وهب لهؤلاء قوة الحياة اللي فكتهم من الموت و أقامهم نرجع بقى مرجعنا ليه أنت ابن الله أعرف بإزاي أنت ابن الله طيب الأرواح اللي 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 في الهاوية عرفت أنه هو ابن الله لما شافت قوة الحياة الغالبة للموت بتفيد منه وبتشع وتمنحهم الحياة طيب الناس اللي غير بطرس بطرس أخذ إعلان بقيت الناس تعرف إزاي أن يسوع ابن الله بالقيامة من الأموات تبرهنا أنه ابن الله أثبت أنه ابن الله بالقيامة من الأموات ليه لأن ما فيش حد على وش الأرض ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض كان ممكن يوضع عليه الموت ولا يمسكه أهو ولكن هذا هو الوحيد الذي لم يستطع الموت أن يمسكه وليس فقط لم يستطع الموت أن يمسكه ولكن استطاع أيضا أن يهب قوة القيامة والحياة للآخرين فالقيامة القيامة من مواجهة موت الجحيم برهن تعالى أنه ابن الله الذي غلب الجحيم غلب الهاوية غلب الشيطان الذي كان معيد النفوس كلها والغلبة تحققت في شخصه وقام أهو قام أمغالب مش قام ضعفان أمغالب وأمغالب وأوم هؤلاء كلهم معاه فالقيامة برهنت على أنه ابن الله وعلى أنه الحياة زي ما قال أنا هو الحياة وبرهنت على أنه بما أنه غالب للموت وبما أنه الحياة فهو يستطيع أيضا أن يهب هذه الحياة الغالبة دي يهبها للآخرين لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجسوا باسم يسوع المسيح كل رجبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض يعني حتى الشياطين كمان واعترفوا كل لسان أن يسوع المسيح هو رب في مجد الله الآن فالقيامة إذن برهنت وكشفت وعبرت عن أنه ابن الله وأنه فيه كانت الحياة وأنه يستطيع أن يمنح هذه الحياة والغلبة للآخرين وقد منحها يبقى مدام إدر يعمل كده لكل السابقين يستطيع أن يعطي للذين يتشبسون به الحياة الأبدية إذ أعطيته سلطانا أن يعطي حياة أبدية لكل من أعطيته كلام ده عن يسوع المسيح ابن الله لكن الجديد بقى اللي أنا عايز أقوله لك النهار ده أن الكلام الذي كان فقط عن يسوع المسيح ابن الله الحقي صار ممنوحا للإنسان لأعرفه و قوة قيامته وشركت ألامه متشبها بموته ده مين ده أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا ومضطهضا لكني رحمت لأن فعلت بجهل في عدم إيمان طيب يا سيدي فعلت بجهل في عدم إيمان تخلص اشكر ربنا على كده أنا شكر وكل حاجة بس أحب أقول لكم أنه أقامني وأجلسني مين أنت أيوة أنت المفتري أيوة وأجلسني معه في السماويات في المسيح كلام كلام اللي أنا قلته كله على ابن الله رئيس الخلاص ينفع يتقال على البني أدمين أقرأ غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه كما كما أيوة كما يصير الإنسان بس بس الكلام بقى مش الذي يخلص خلي بالك بقى عشان خاطر الناس بتخلط بين الخلاص والغلبة الخلاص المواطة مجانة للجميع بقبول المسيح ده موضوع والله احنا بنحكي فيه ده ده موضوع أي بقى يقول ايه من يغلب آه من يغلب مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بال المسيح يحيا فيه وانا ايه يقول لي ان الصليب اللي انت تصلبته ده كان صليب المسيح ليه ما يكونش الصليب اللي انت تصلبته ده سمرت خطاياك و تكونت تستاهل اللي تعمل فيك ليه ما يكونش الصليب انت تصلبته ده اعقاب الله ليك على الخطايا اللي انت بخبيها علينا ايه اللي يثبت اللي يثبت قوة قيامة يسوع المسيح هي اللي هتفرق وهي اللي هتقول اذا كان الصليب اللي انا تصلبته صليب يسوع المسيح ولا اذا كان الصليب اللي انا تصلبته استحقاق عادل لاننا ان هذا لم يفعل شيئا ولكن انا بعدل جزيد ايه اللي يقول اللي يقول انه الصليب اللي انت تصلبته بعدل جزيد ولا الصليب اللي انت تصلبته هو شركة الام المسيح اللي هيقول اهو شركة قيامته فقوة انما كانت شركة صليب المسيح ومن ثم استحقوا شركة القيامة يا احبائي ان متنا معه فسنحيا ايضا معه ان كنا نتألم معه فسنتمجد ايضا معه عشان خاطر كده انا عايز اشجع كل واحد فيكم انه يقبل شركة صليب المسيح ان يقبل شركة الاماتة مع المسيح لانه في الحقيقة انت بتموت عن الموت وانك لما بتشترك معاه في صلب الجسد وصلب الاهواء والشهوات واحتمال الالم والعار والظلم من اجل اسمه انت بتؤهل لشركة قيامته اللي كما ان شركة كما ان قيامته شهدت له انه ابن الله فشركت قيامتك معه حتشهد لك انك تلميذ ليسوع المسيح وانك كما اشتركت في الامه تشترك ايضا في امجانه وتجلس ايضا معه في عرشه كما غلب هو ايضا وجلس مع الام في عرشه الوعود بتاعت الانجيل مش احلام ومش حاجة بعيدة ولكنها حقيقة للذين يقبلون معه شركة صلبه ويتبرهنون معه بشركة قيامته واما الان فلتكوا محبة الله الاب ونحمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم في المسيح يسوع امين